الموضوع الأول الذي نتحدث فيه أن عبد المجيد تبون شرع فعلياً في التحذير الإعلامي لعهدته الرئاسية الثانية أنا أختلف مع الإخوة الذين يقولون أن هناك خلافات وهناك صراعات من أجل عهد التبون الثاني أنا أقول هالكم من هذا المنبر بناء على ما توفر الديان من معلومات ومعطيات أن تبون حسم مسألة ترشح للعهد الثاني تعيين أصلاً لمحمد العقاب كوزير للاتصال بعدما تم طرده من رئاس الجمهورية وصار في وضع بائس كانت الناس الإعلاميين يتفادون حتى الاتصال شوف يعني وضع الجزائر كيفش ولد ولد الناس ما عندهاش نوع من الأنفة والكرامة عندما طردوه حتى الناس الذين كانوا عنده علاقة به قطعوا العلاقة بمجرد ما أعادوا المجلس الأمة بدأوا يعودون إليه هو عين وزير الاتصال هم بدأوا ينشدون وده ويتقربون منه يدير التهاني في صفحاتهم على الفيسبوك بينهم من كانوا يستشفون بالأمس أنه تم طرد من وزارة الاتصال هذا حال الإعلام في الجزائر وهذا حال المسؤولين وحال الشيطة التي وصلت في بلد شعبها حرر البلاد بالقتال والثورة والشهداء يصبح عندها ناس لا تتقن إلا فن الشيطة وهم الذين تصدروا المشهد الإعلامي المشهد السياسي المشهد الاقتصادي المشهد المالي المشاهد كلها تصدرها الشيطون للأسافي الشديد آخر بمجرد ما تم تعيينه قلت لكم أن هذه خطوة فقط لأنه وثق فيه وحطه قبل المسؤول عن الإعلام في حملة الانتخابية وهي هملة انتخابية درها تبور في ذلك الوقت القضية حسمها الجيد صالح أنا ذاك لا حملة ولا هملة ولا برنامج ولا مصرع ولا أي شيء الآن أراد ترتيب هذه الأمور فكما قلت عينه وزيرا للاتصال بعد تعيينه تحركاته بدأ يتحرك أول مدار اجتمع مع مدراء القنوات التلفزيونية وراح نوري لكم واش حكاو في هذا الاجتماع هاي أمامكم وزير الاتصال يجتمع بمدراء القنوات التلفزيونية الخاصة اجتمع وزير الاتصال سيد محمد العقاب يوم الأحد بمقر دائرته المزارية بمدراء وموثلي القنوات التلفزيونية الخاصة الذين دعاهم إلى تقديم مقترحاتهم ضمن تقرير شامل يمكن أن يشكل مستقبلا أرضية لورقات طريق تتعلق بتشخيص موضوع لمشاكل قطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقا لما أورده بيان للوزارة وأوضح المصدر ذاته أنه بعد استماعي الانشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية أكد وزير الاتصال أن التوجه العام للسلطات العلية في البلاد اليوم هو تقوية المنظومة الإعلامية خاصة ما تعلق بالجانب التشريع باستكمال كذا القوانين وقد شكل هذا اللقاء يضيف فرصة لمسؤولية القنوات الإعلامية لعرض ومناقشة الانشغالات التي يواجهها القطاع مشيرا إلى أن السيد العقاب أكد أن وزارة الاتصال ماضية في دعمي ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عموية أو خاصة لضمان تنظيم سلسل المهنة وإرساء قواعد مهنية محترفة في العمل الإعلامي في إطار رؤية شاملة تهدف لتطوير المنظومة الإعلامية في الجزائر هذا هو الإجتماع ما تحدثوا على حرية الصحافة ما تحدثوا على التضييق على الصحافة ما تحدثوا على الرأي والرأي الآخر ما تحدثوا حتى على الشيء كلام من تعلوغة الخشب دأب عليه النظام حتى العجاب هذا الذي تربى في أحضان الصوت المعارض للنظام وكان يوما ما يعمل في جريدة الحرية التي تدافعت على الفيس وكان يدافع على ضد الإنجينيرالات وضد الإنقلاب وكذا 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 هو في ذلك الوقت ضرب الشيطة للفيس قال لك رح يحكم بعد رح الفيس العب حاول يتقرب من حماس ما صلحت لهش بعد ذلك المهمة يحلم في كل أواني هذه هي الطربي ينتاعه يعني أنك جيب وزير تربى وصل درجة بروفيسار في الشيطة وليس بروفيسار في أشياء أخرى كل ما في الأمر يا جماعة أنت تلقيته مع وزير الاتصال بغض النظر على شرعية نظامه أو شيء من هذا القبيل ضحالي جانباً ولا واحد من هؤلاء تكلم على حرية الصحافة تكلم على معاناة الصحافة ولا واحد تحدث على هذا العمر على وش يدل هذا؟ يدل دلالة واضحة على مدى التنافس بين هذه المؤسسات على واش؟ على ريع الإشهار على لانات على كيفاش فقط تستمر مؤسساتهم دولة دولة تدير وزارة الاتصال وتسيطر على الإشهار بهذه الطريقة هذه دولة ممكن تكون فيها حريات من المفروض لا تكونش عندها وزارة الاتصال أصلاً يكون كيناتق رسمي باسم الحكومة وانتهى الأمر أما أن تكون عندك وزارة الاتصال عالم الاتصال هذا عالم يكون فيه قوانين ليروح يتجاوز حدوده القانونية يقذف ولا ينشر خبر كاذب أو شيكاين قانون الإعلام وبعد ذلك الإشهار الناس المؤسسات الإعلامية الأول ناس اللي عندهم إشهار يعطوه للمؤسسات اللي عندها مقرؤية اللي عندها انتشار اللي عندها كذا لكن أنها تعطى للدولة والدولة تستغلها لخمق المؤسسات الإعلامية والهيمنة عليها فأعتقد بأنه هذا لا يمكن أن يكون في دولة تتطلع أن تكون لديها منظومة إعلامية يعني في رأيك أنه بهذا الاجتماع وحديثه عن صحافة بودورو ليبدعوا في الشيتة وغلقين كل القنوات في وجوه الرأي على الأقل يختلف إلى حد ما مع النظام ممكن جداً ممكن جداً أنهم يفكروا في الحريات أو شيء من هذا القبيل إذا كان محمد العقاب كتب عني لهو وزير الاتصال يوماً ما مقالوا اعتبرني نموذج للناس الذين يرفضون صحافة البلات يرفضون شعراء الحانات والخانات والقبولات والنظام هكذا كتب عني وعرضت لكم الجريدة اللي ما زلت أحتفظ بها إلى يومنا هذا في أرشيفي كان يرى في أن المعارضة والصوت المناوء للنظام هو الأقدر على إنتاج منظومة إعلامية وتشجيع المنظومة الإعلامية وتحويلها إلى مؤثرة الآن أصبح شيء آخر خارج إطار التخطيق إذن إخواني الكرام هذا موضوع نقول بأن الآن استعدادات كلها رايحة للعهدة الثانية ليس إلا وهذا الاجتماع يأتي في إطار ترتيبات لخلق أو خنق وسائل الإعلام كي تسير في الركب عبر الإغراءات المختلفة التي دائماً ما تقدمها وزارة الإعلام وهذه الحقيقة ستقفون عليها اشتركوا في القناة